أكد وزير البترول طارق الملة على أهمية التعاون والشراكة الاستراتيجية بين قطاع البترول وشركائه الأجانب بهدفه تنمية صناعة البترول والغاز في مصر وتحقيق الأهداف المشتركة وأشهر الملة إلى أن هذا التعاون كان أحد عوامل نجاحه تنظيم يوم إزالة الكربون ضمن الأيام الموضوعية لقمة المناخ كوب 27 وكذلك نجاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجيبس والذي يكتسب اهتماما عالميا كبيرا عاما بعد عام جاء ذلك خلال اجتماع الملة مع لجنة البترول والغاز بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة والمشكلة من كبريات شركات البترول والغاز الأمريكية العاملة في مصر حيث تم استعراض نشاط اللجنة خلال الفترة الأخيرة وخططها المستقبلية بالتنسيق مع قطاع البترول في المجالات ذات الاهتمام المشتركة